اهل البصرة عدم كهرباء الناصرية بصفهم ما عدم كهرباء لا شو ما عدم الناصرية عدم حرف احمال لا 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 انا شخصي اقصد انه هاي الكهرباء انت من الناصرية وانا اخوك من الناصرية هس هاي صاعدة نازلة هاي البناصرية بغداد صاعدة نازلة صح 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 ليش ما تتعمم هاي تجربة مثل هاي خوش هو احنا ساعين الى توأمة شوف خلي اقول لك هي شنو وحدة من المعايير اللي يكلف بها وزير الكهرباء وزير الالحادي وزير الالكاربا هو عنده قصة نجاح بالمنطقة الجنوبية بالمنطقة الجنوبية مخترع النطقيني نحكي ليه شي تكسرون حتى بنت يا أخي شي تكسر شل قصة النجاح لعنده مثلا فهمني يا أخوي خليني أسمع شل القصة النجاح هسم هو ببغداد وعنده وزارة شما نجاح متوقع شيد بالبصرة هو سواها هو كان من الكهرباء هو كان مدير عام نقل المنطقة الجنوية هم مخول بصلاحيات الوزير بالمنطقة الجنوية هسا البصرة نجحت على أيده تعرف الأسباب أسباب أولا المحطات البصرة اليوم تنتج طاقة تنتج طاقة تكفي البصرة وتطل الناصرية وتطل السماء وتطل الواسط ليش شمعنا البصرة على بيئة محطات أولا الفرص الاستثمارية يرغب ويدور عليها المستثمرين أن تكون بالبصرة زين والمحطات الزينة والشبيرة بالبصرة اللي يش مو من الآن مو من الآن لقرب مصادر الوقود من محطات كهرباء يعني شنو البصرة اليوم بها غاز وطني يطلع زين البصرة اليوم بها حقول الغاز عفوا حقول الوقود قريبا من المحطات اليوم المحطة اللي سوتها الكهرباء ما ضلت حديدة واقفة هكب صفة غاز وطني وصفة وقود شغالة شكرا